عارفين ده معناه إيه بقى أن الترانيم العقائدية اللي بتشرح إيماننا مش بنقولها جميل إن إحنا نقول ترانيم جوه اجتماعاتنا يبقى فيها تلامس روحي وتأمل جميل جدا لكن من أهم الطرق اللي نحفظ بها إيمان كأنا فاكر وإحنا أطفال صغيرين كان الأستاذ بتاعنا حفزنا إيه شفت اللي عارف يقول معي شفت في الكنيس عشوية أيقونات سوار قديس وسوار أنا كل ما ألمس صورة آخد بركات أحلى بص استنوا كان الأستاذ نعمل إيده كده أنا فاكر أحلى ما في الكنيس وقعد تخيل منظره هو فتح حضنه كده حضور الأداسات وبعد كده يبرق لنا يقول لنا والحامل يتقدم إحفظ تالت أور بدل ما يقعد يقول وبعد كده نمسك طبق الحمل محطوط في تلاتة أو خمسة أو سبعة وليه تلاتة هو راح خدها كابسولة دي حلوة الكنيسة عارفين من أول واحد بدأ الحكاية دي في الكنيسة الإيمطية كده بالترانيم بستان الزهار أو الأزهار لترانيم الصغار حد نعرف الكتاب ده مين كتبه قديس مين حبيب جرجس لما لا أن الإيمان بيتيجي بعض الإرسلات اللي ممكن تضيع الإيمان وتحط المفاهيم غلط بدأ يحط ترانيم تشرح الكلام ده عشان كده الترانيمة اللي فيها إيمان دي مهم جدا ده اسمها تكسيف تفصيل تاخد أي أد كده في الإيمان وتعمل عليها تدريب